اليوم رح نتكلم عن إيش اللي جاي في البيتكوين على المدى القصير وكمان رح أوريكم هذا التشارت هذي بعض بيانات الـ On Chain وهذا يقول لنا إنه الأشياء شكلها جيدة جداً جداً للبيتكوين وبنشوف البيتكوين على المدى الطويل وأشياء كثيرة مرحباً بكم مرة أخرى سننصر وقدم لكم فيديوهات عن لملاتة الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا انت جديد على هذا القناة سبوا سبسكرايب وفاعل الجرس الآن طيب خلونا نروح مباشرة للبيتكوين نشوف هنا إنه بعد هذه الشمعة الكبيرة الخضراء الآن حصلنا على بعض شمعات حمراء ونقدر نشوف إنه حصلنا على دعم وقوة إيجابية قبل حتى ما نوصل إلى الخط البني هنا فنشوف البيتكوين حصل على دفعة جيدة الآن فهذا شكله جيد وزي ما تعرفوا أنا أحب أقسم الأسعار على مستويات زي ما أنتوا شايفين هنا وإذا نزلنا إلى الخط البني هنا وضربنا هذا الخط مرات كثيرة ما راح أقلق هذا شيء طبيعي تماماً وفي الحقيقة هذا اللي شفناه بعد ما حصلنا على الشمعة الكبيرة فوق الخط البني حصلنا على هبوط واختبرنا هذا الخط مرة مرتين ثلاثة أربعة أربع مرات قبل هذه الشمعة هنا فطالما إنه إحنا لسه ما كسرنا تحت الخط البني فأنا ما عندي مشكلة بهذا الشيء طيب خلونا نتكلم على صفقة هنا على البيتكوين ولتقدروا تشوفوا إنه حالياً في أرباح جيدة وهذا جيد جداً حالياً ولكن زي ما قلت تماماً لما كنا نرتفع أمس إنه الأشياء شكلها جيدة للبيتكوين ولكن مع ارتفاع زي كذا أكيد إنه راح يكون فيه ارتداد مستنينة في أي مكان ولكن ما نعرف وين ومتى راح يحصل عشان كذا أنا قلت لكم لا تدخلوا في أي صفقة وراح أكون حذر جداً في الدخول في أي صفقة في نص الارتفاع هنا وبالذات أثناء وصولنا واقترابنا من مستوى مقاومة ولكن الدخول هنا عند الخط البني هي فرصة جيدة وقرار جيد بالنسبة لي وكمان خلونا نتكلم عن إيش اللي يحصل هنا وهذا شيء أنا أتكلم عنه من اليومين الماضيين في العادة لما نكسر أعلى قمة سابقة عملت هذه الخطوط الزرقاء هنا علشان أوريكم فين كانت مستويات القمم السابقة ولكن أول ما نكسر أعلى قمة سابقة في العادة نحصل على صعود كبير للأعلى ولنقدر نشوفه الآن إنه إحنا حصلنا على ارتداد صغير جداً وهذا طبعاً على الفريم الأسبوعي وإحنا الآن عند جسم الشمعة تماماً عند القمة السابقة اللي هي 64 ألف دولار وجماعة قبل ما نكمل لا تنسوا مبلغ البونس المجنون 4530 دولار من البايبت إذا عايزين تستغلوا هذا البونس فتقدروا تستخدموا هذا الرابط التبعي هنا موجود في صندوق الوصف طيب جماعة إذا رجعنا هنا في التاريخ اللي نقدر نشوفه إنه أعلى قمة سابقة كانت هنا أكيد عند 20 ألف دولار في عام 2017 وبعدين دخلنا في بير ماركت وبعدين لما وصلنا إلى هذا المستوى حصلنا على مطب أو بعاقات صغيرة لما وصلنا إلى هنا حاولنا نضرب الخط مرتين وبعدين حصلنا على ارتداد وبعدين طلعنا بشكل قاولي الأعلى وهذا هو اللي أنا أحاول أوصل لكم يا من يومين إنه أول ما نحصل على الكسر نظيف فوق أعلى قمة في العادة نحصل على صعود كبير جداً جداً في السعر نفس الشيء كمان هنا لما كنا هنا وهذا في عام 2013 طلعنا إلى هنا ودخلنا في بير ماركت طويل وبعدين لما وصلنا إلى هذا المستوى حصلنا على إعاقات وبعدين أول ما حصلنا على كسر نظيف طلعنا للأعلى ونفس الشيء هنا كمان حصلنا على أعلى قمة ودخلنا في فترة هبوط وهذا مشابه بشكل كبير للشيء اللي نشوفه في هذه الدورة وبعدين أول ما بدأنا نوصل إلى أعلى قمة سابقة مرة أخرى حصلنا على شوية إعاقة وبعدين بوم للأعلى وهذا هو اللي يحصل في العادة فأنا بس عايزكم تكونوا جاهزين لهذا الشيء لأنه عندي إيمان أنه إحنا لسه في الطريقة الصحيح للوصول إلى مستويات مجنونة في السعر وفي العادة لما نكون في اللون الأخضر في هذه الدورات لما ندخل في صندوق الأخضر دائما نحصل على ارتفاع في السعر وهذا هو اللي أتوقع أنا الآن أتوقع أنه قمة البيتكوين راح تكون بين السعر اللي إحنا فيه الآن وبين 180 ألف دولار فهذه هي أهدافي واعتمادنا على كل المؤشرات الحالية أعلى شيء راح يكون 180 ألف دولار ولكن هذا شيء لازم ناخده خطوة بخطوة خلال نمو مرحلات البيتكوين هذه طيب خلونا نتكلم عن هذه الإحصائيات المهمة هذا الـ MVRV طيب إيش هذا؟ هذا سهل ولكن راح أحاول أشرحه بشكل أبسط وبدون تعقيد طيب اللي عندنا هنا هو القيمة السوقية للبيتكوين اللي هي الخط الرمادي فالخط الرمادي هو القيمة السوقية للبيتكوين وبعدين عندنا الخط البرتقالي في الأسفل اللي يسموه Realized Market Cap طيب اللي معناه القيمة السوقية المحققة وإيش هي القيمة السوقية المحققة؟ وبالمناسبة إذا ما تعرفوا كيف تحسبوا القيمة السوقية ببساطة هي كمية البيتكوين الرائجة مضروبة في سعر البيتكوين الحالي على سبيل المثال الآن البيتكوين عند 65 ألف دولار تضربها في كمية البيتكوين في السيركوليشن وبعدين تحصل على القيمة السوقية اللي أكيد كل ما زاد سعر البيتكوين وكل ما زاد السيركوليشن سبلاي كل ما ارتفع الخط الرمادي إلى الأعلى هنا طيب وبالنسبة للخط البرتقالي إيش هو؟ الخط البرتقالي هو القيمة السوقية المحققة يعني بدون حسابة كل بيتكوين موجود في السيركوليشن الخط البرتقالي يحسب متى آخر مرة تحرك فيها البيتكوين بمعنى آخر كل كمية البيتكوين القديمة جدا اللي ما تحركت أبدا مثل البيتكوين اللي مع ساتواجي أعتقد عنده مليون بيتكوين وما حركها أبدا هو أو هي ما حد يعرف فالكمية هذه ما حد حركها أبدا يعني كمية البيتكوين هذه مش محسوبة في الخط البرتقالي يعني فقط ياخذ البيتكوين من آخر مرة تحرك فيها وبعدين يحسب القيمة السوقية والقيمة السوقية المحققة واللي زي ما قلت الآن فقط يحسب البيتكوين من آخر مرة تحرك فيها ومش كل البيتكوين الرائج وبعدين نحصل على هذا المؤشر اللي هو الخط الأحمر هنا فما في داعي أنه نعقدها أكثر من كذا الشي اللي عايز أوريكم إياه هو أنه لسه في مساحة كبيرة للنمو على الMRVR لأنه في العادة اللي نشوفه لما يوصل هذا إلى القمة هنا لما الMRVR ينطلق للأعلى هنا هذا معناه أنه في كمية بيتكوين كثيرة اللي تم شراءهم أخرا بدأت بالتحرك الناس ينقلوا البيتكوين ويدخلوا إلى منصة التداول أو ينقلوا إلى المحافظ أو أي شيء وبعدين نشوف كمان ارتفاع في القيمة السوقية المحققة ومؤشر الMRVR يطلع اللي هو الخط الأحمر هنا طيب فلنشوفه دائما أنه لما نوصل إلى المنطقة الحمراء هنا هذا في العادة يعطينا أو يقولنا أنها إشارة جيدة للبيع تقدروا تشوفه أنه يتوافق مع كل قمة في البيتكوين إلى الآن وزي ما قلنا الخط الرمادي هذا يمثل سعر البيتكوين لأنه بشكل عام لما سعر البيتكوين يزداد أكيد القيمة السوقية تزداد والآن تقدروا تشوفوا أنه إحنا في الأسفل هنا فلسه عندنا مساحة كبيرة للنمو إلى أن نوصل إلى هذه المنطقة الحمراء هنا واللي هي في العادة منطقة أو وقت جيد لأخذ الأرباح فهذا كان كل شيء عند اليوم أتمنى أنكم استمتعتم يا جماعة وأشوفكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر